موسيقى طلب مزارعنا في وادي الأردن الحكومة بتكثيف جهودها الرمية إلى مساعدتهم في تغلب على أثار الأضرار التي أصابت مزروعاتهم وأراضيهم وممتلكاتهم الزراعية بسبب تساقط الغزير للأمطار مؤخرا مزيد من التفاصيل في التقرير التالي هلت أمطار الخير على الأغوار سلة غذائنا مبشرة بموسم زراعي جديد يعود بالخير على المواطنين جميعا وكان مزارع الأغوار أكثر الأردنيين سعادة لكن فرحتهم بالخير لم تطل فسرعان مشتاحت السيول مزارعهم وجرفت معها مزروعتهم يبدأ الأردنيون بانتظار أمطار الخير كل عام بعد تشرين لكنها هذا العام جاءت مبكرا وجاء معها الخراب مبكرا أيضا فقد اعتاد مزارع الأغوار أن تصاب مزروعاتهم بالتلف في نهاية الموسم يقول المزارعون إن الجهات المعنية تعلم بأن هناك أمطار غزيرة ستهطل على المملكة لكنها لم تبدي أي استعدادات لمواجهة تداعيتها ما تسبب في حدوث أضرار جسيمة في مناطق شتى بالأغوار وجعل المواطنين يستغيثون بالحكومة لمساعدتهم على التعامل مع ما حل بهم من بين هذه الأضرار كان هناك ضرر واضح لبعض وحدات الزراعية المزروعة بالأشجار الدائمة وكذلك الوحدات الزراعية المزروعة بالزراعات الموسمية في منطقة العرامشة وحي الفضيين والإقليعات حقيقة ما شاهدت هذا اليوم هو أمطار غير مسبوقة وفيضانات غير مسبوقة وهي تشبه الأعصار بحيث أن هناك هذه الفيضانات جرت محها صخور كبيرة وأتربة وحجارة وكل ما كان على وجه الأرض من حيوانات وغيره كانت قريبا من مجرى هذه الأمطار قامت بسحب هذه الأمطار ونزالها إلى المناطق المنخفضة من وادي الأردن والتي تدفقت باتجاه الوحدات الزراعية وكذلك هناك بعض المنازل التي يبلغ عددها أكثر من مئة منزل تضررت من جراء هذه الفيضانات نتيجة تسكير بعض أودية تصريب مياه الأمطار سلطة وادي الأردن كانت حاضرة في المشهد منذ اللحظة الأولى بكوادريها وأليتها لكن حجم المشكلة كان أكبر من قدرات السلطة وكان المزارعون يتوقعون أن تبادر وزارة الأشغال العامة والبلديات بمد يد العون للمواطنين والسلطة على السواء وخاصة أن عبرات الشوارع التي فاضت وتسببت في هذا الضرر هي مسؤولية الأشغال يشار إلى أن المنازل التي أصابتها أضرار جراء السيول ترى السلطة أنها جزء منها ومنشأة بشكل مخالف اشتركوا في القناة